تعاني منطقة أبو خنازير من انعدام للخدمات بسبب سياسات الحكومات السابقة لا سيما عدم توفر المياه الصالحة للاستهلاك البشري لفترة طويلة مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية بإنصافهم لا سيما بأن هناك حالات نزوح بسبب قلة الخدمات ناشد السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد محافظ ديالة المحترم بالأخذ بعين الاعتبار مطالب قرية أبو خنازير قرية أبو خنازير من القرى المنكوبة مونقص بالخدمات وإنما معدومة الخدمات فيما أكدت الإدارة المحلية لناحية أبي صيدة بأن منطقة أبو خنازير تعاني من انعداما للخدمات لا سيما بأن مشروع المياه متوقف بسبب نقص المواد الأولية والطاقة الكهربائية قرية أبو خنازير التابعة لناحية أبي صيدة القضاء المقدادية حقيقة عانت ما عانت من العمليات الإرهابية نتيجة سيطرة تنظيم القاعدة وكذلك حدوث عمليات عسكرية في هذه المناطق وهجرت هذه المناطق بسبب العنف الطافي بالنتيجة رجوع هذه العوائل قليل جدا وهناك خدمات قليلة أو قد تكون منعدمة مشروع ماء قرية أبو خنازير بالتواصل مع مدرية ماء ديالة وهو بعض النقوصات وخاصة خط الكهرباء وبعض الأمور الفنية سوف تنجز إن شاء الله بالتنسيق مع مدرية ماء ديالة وكذلك مشروع الكهرباء تحتاج إلى مشروع الكهرباء ونحن متابعة من المحافظة بهذا الصدد خدمات معدومة ومعاناة مستمرة وإهمال حكومي لهذه المنطقة التي تعاني الكثير بالإضافة إلى حدوث حالات نزوح بسبب افتقارها لأبسط مقومات الحياة من محافظة ديالة حسن شمري التغيير الفضائي